نظمت وزارة الداخلية فعاليات تصفيات كأس العالم الرابعة 2023 للفروسية لرياضة الالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة وللمزيد في سياق التقرير التالي عندما طورت وزارة الداخلية وادي الفروسية بموقعه المتميز على بحيرة غين الحياة بالفستاط كانت حريصة أن يكون واجهة مشرفة للرياضة الفروسية في مصر ويستقبل كافة المنافسات محليا ودوليا وهو ما نجح فيه الوادي حيث استقبلت ملاعبه ذات التجهيزات الدولية وعلى مدار أربعة أيام البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم الرابعة 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بمشاركة ست دول هي مصر، الإمارات، إنجلترا، السعودية، ماليزيا، فلسطين موسيقى حاجة جميلة جداً والناس الضيوف اللي جايين هنا يعني طبعاً كلهم بيشيدوا بالمكان ما شفوش مكان كده خالص بالإضافة للتنظيم طبعاً تنظيم الشرطة اللي انا عارفين وطلع عمرنا الضبط ورابط المزبوط مفيش حاجة غلط مفيش حاجة إلا في معادها كل حاجة معمولة حاجة تشارف موسيقى أنا لعبت في أكثر من دولة في رياضة التقاط الأوتاد الحقيقة ما حصلت مثل هذا الميدان أول مرة أشارك في ميدان نفس هذا الميدان من تربة من تنظيم من جمالية أنا من وجهة نظري كفارس أنا شايف أن المكان ده يقدر يستقبل أي نوع من الأنواع البطولات لأنها في أراضي تستقبل بطولات قفز وبطولات ترويد وفي أرض كلا نشكر وادي الفروسية على التجهيز وعلى جمالية المكان وعلى الأرضية وصراحة شي ما هو مستغرب ونسأل الله لنا ولهم التوفيق الملعب الذي تم العمل البطول عليه ملعب مماثل ودولي بمقاسات دولية كبيرة تنظيم احترافي لفعاليات البطولة بالتنصق مع الاتحاد المصري للفروسية يضاهي بل يتفوق على البطولات الدولية المماثلة حيث تم توفير كافة التجهيزات التي تضمن نجاح البطولة بصورة مشرفة تعكس المظهر الحضاري لمصر وتؤكد على قدرتها العالية على استضافة البطولات الدولية على ملعب وادي الفروسية اللي نشوفه اليوم من تجهيزات اتحاد المصر للفروسية ممكن يكون أعلى معايير شفناها في أي بطولة خارجية سفرت هند، باكستان، يمكن معظم دول العربية ما فيش أرض متجهزة بالطريقة اللي هنا في وادي الفروسية فبجد دي حاجة كلنا فخورين بيها أيضا اللعيبة حتى اللي جات من بره مش مصدقين لدرجة أن هم بيطلبوا النكاس العالم بتاع اللعبة أي يتنقل من أي بلد أنه يبقى هنا في وادي الفروسية تنظيم المحترم اللي احنا شايفينه هنا فعلا بيقول إن الدولة المصرية قادرة على الضفت بطولات عالمية وبطولات في مختلف الألعاب منها الفروسية لذا نرى كيفية جهزة جهزة بطولة الارينة، بطولة التنظيمة هنا وكل شيء يوجد بطولة جهزة جهزة ونحن لم نجد أي شيء بطولة الحمد لله كانت ناجحة بجميع المقاييس وكان إليق بتصفية كأس العالم تبار الفرسان من الدول المشاركة في أجواء تنظيمية رائعة لالتقاط الأوتاد سعادهم على ذلك ملعب الوادي التي اتسمت من مواصفات دولية وما يحيد بالملاعب من أجواء تم تهيئتها لإنجاح الفعالية الدولية من خدمات ورعاية بيطارية في الاستبلات المجهزة للخيول إضافة إلى فندق إقامة من مواصفات قياسية عالمية ومطاعم ومدرجات للجماهير هذا الصرح الرياضي مهما أقول ده مواكب أحسن 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 الميادين الفروسية الموجودة في دول العالم كلها وده طبعا كان بشهادة الوفود المشاركة في البطولة انشافوا هذا المكان ما كنوش مصدقين الانشاءات والأراضي والفندق والمطاعم والمنظر البحيرة حاجة يعني مشرفة جدا جدا المكان مهيئ وجدا رائع بالنسبة للميدان بالنسبة لإستبلات الخيل بالنسبة للتنظيم بالنسبة لإستقبال الفرق المشاركة حتى مكان لإقامة الشباب المصريين ما قصروا معانا وقد نجح الفريق المصري في الحصول على المركز الأول ليتأهل بذلك إلى كأس العالم وسط حضور دولي ومحلي الجميع أشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة وبالتجهيزات ذات المواصفات الدولية التي يحظى بها وادي الفروسية وملاعبها كان معتاد وزارة الداخلية دايما إسهمتها في الرياضة الكثير في الأبطال في المنشآت الرياضية الحياة فخورين بدا كوزير الشباب والرياضة أن نشوف المنشآت الكبيرة النهاردة المنشآت المتخصصة مدينة فروسية وليس نادي فروسية الحقيقة مبهورين بالمكان مكان مؤهل جدا جدا مش لتكلة بس حتى لبطولات القفز والبطولات الكومي مكان مجهز بكل حاجة ما شاء الله المكان اللي إحنا فيه ده أنا عايزه لك من عشر سنين مش ممكن تقول إنه هو ده نفس المكان اللي إحنا كنا بنجي بنتنبه بنتدرب فيه وبيحصل البطولات ده بقى حاجة تانية خالص وحاجة يعني مشرفة جدا إنها تستقبل من كل العائلة مش بس من الدولة العربية حققت وزارة الداخلية رؤيتها من تطوير وادي الفروسية وهي القدرة على استضافة المنافسات الدولية على أرضه بكفاءة واحترافية والارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر